اشتركوا في القناة وكما اثبتت حكومة الكاظم بانها لا تختلف عن سابقاتها اثبت المتظاهرون ايضا سلميتهم وتمسكهم بثورة تشرين بعد عام على انطلاقها رغم القمع الحكومي والميليشيوية الانتهاكات ضد المتظاهرين لم تنتهي بل انها تتنوع كل يوم فبعد ترويج حكومة عادل عبد المهدي بشأن تورط ما اطلق عليه انذاك بالطرف الثالث في قتل المتظاهرين بدأ الحديث اليوم عما يسمى بالمندسين وهم عناصر معروفة ومشخصة للجميع تابعة لاحزاب وميليشيات طائفية عينة من هؤلاء العناصر كانوا برفقة قائد عمليات بغداد قيسلم حمداوي اثناء اعادة افتتاح نفق التحرير وسط بغداد حيث ظهر افراد من ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر يقفون خلف المحمداوي وهو يدعو المتظاهرين الى عدم قطع الطرق مرة اخرى بذريعة اضراره باصحاب المحال والتجار في المنطقة صحيفة ميدل إيست آي نقلت عن ناشطين قولهم من الاحزاب الطائفية تتعمد اثارة الفوضى بهدف اخراج ثورة تشرين عن سلميتها ولانها لا تريد للثورة ان تستمر فهي تحاول زج عناصرها من اجل دفع القوات الامنية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين استكمالا للسيناريو العام الماضي الذي سقط فيه نحو ثمانمائة شهيد واكثر من خمسة وعشرين الف جريح حراك حكومة الكاظم الاخير في محاولته لاجهاز على اعتصام ساحة التحرير لم يكن ببعيد عن دعوات مقتدى الصدر الذي طالب بفرض ما سماها هيبة الدولة وانهاء ثورة قال انها تخلت عن سلميتها في وقت ما زالت اثار الاطلاقات وقنابل الغاز ظاهرة على اجساد الاف المتظاهرين الذين لم يرفعوا شعارا سوى نريد وطن اشتركوا في القناة